بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نتعلم مع بعض النهاردة مهارات إضافة لبنة العالم الأخضر هنفتح المشروع اللي هو برنامج سكراتش طبعاً دي بالنسبة للحاجات اللي احنا كنشغلين عليها قبل كده لو تم إدراك كائن جديد لو جبنا كائن جديد كده هيتم اختيار كائن جديد من اللف ونختار الكائن ده ونختار الكائن على سبيل مثل القرى ونوافق هذه الكائن هنا طبعاً البيئة المقاطع البرمقية أو الجزء المنصة فاضي خالص فهيتم الذهاب إلى زر تحكم ويتم إضافة لبنة العلم العلم الأخضر في هذا الشكل سيتم سحبها هنا يبقى كده هنا ده إضافة لبنة العلم طبعاً احنا تعلمنا الحتة قبل كده في دروس كتير ولكن هنا لبنة العلم الأخضر من أهم اللبنات الموجودة عندي لأنها هي الأساس في تشغيل أي مشروع عندي يعني أنت عندما تضيف أي حركات أو أي مظاهر يعني الحدث سيتم إمت عندما يريد الحركة تشتغل إمت عندما يتم مثلاً نقر على العلم الأخضر أو لما يتم نقر على مفتاح المسافة أو ينتظر مثلاً ثانياً ويشتغل كل دي أحداث برمضية قدامنا لازم نبقى عارفين تشتغل إزاي ولكن أولهم هو العلم الأخضر قدامنا لأنه من أهم اللبنات الموجودة عندي في برنامج سكراش شكراً للمشاهدة